عملت معاكو قبل كده الكفتة الصيامي بطريقتين مختلفين وعملتها قبل كده بكفتة الرز الصيامي وعملت معاكو قبل كده كفتة آآ الفول الصوية من غير كبة النهاردة هعمل معاكو كفتة سهلة جدا وبسيطة اللي هي كفتة العدس الكفتة دي دعمها جميل جدا ومقاديرها بسيطة ومتوفرة عندكم ونروح على طول نشوف المقادير بتاعتنا اللي هتعمل الكمية اللي انتو شايفين قدامكو دي هناخد كوباية واحدة بس من العدس آآ بجبة او اللي عدس الاسود ده يعني العدس ده انا هنقعان بالليل للصبح مش هيتسلق يعني العدس ده مش هنسلقه خالص احنا بس نقعينه آآ فترة كافية يعني حوالي عشر ساعات كده او او حتى سبع ساعات وبعد كده عندنا هنا بطاطسايا كبيرة تكون مسلوقة ومهروسة كويس قوي يعني تأكد ان هي مفاش اي آآ تكتلات كده عند هنا معلقتين كبار من الكسبرة الخضرة المفرومة وعند هنا بصرايا صغيرة بشرها كده ببشورة ناعم وعند هنا معلقة كبيرة من توابل الكفتة ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكسبرة الناشفة المطحونة ناعم العدس ده زي ما قلتلكو ان انا نقعاه بس مش هسلقه يعني مش هتسلق خالص دي كوباية واحدة من العدس هعمل اي اول حاج ان انا هاخد كل المقادير دي كلها لو عندكو كبة هتفطوها كلها في الكبة او في مفرمة الخلاط وهنفرومها كويس قوي العدس مع البطاطس مع الحاجات دي كلها اهم حاجة طبعا العدس ما يكونش ظاهر خالص لان هو الوحيد اللي محتاج فارم لو مش متوفر عندكو آآ مفرمة او كبة هتاخدوها في مطحنة الخلاط العدية اللي مطحن بيها التوابل هتاخدو العدس لوحده ونتأكد كويس قوي ان احنا آآ فارمنا كويس قوي علشان ما يبقاش العدس ظاهر خالص هتلاقو الخليط كده بقي آآ سايب شوية يعني سائل شوية لو حاسيتوا ان الخلاط مش راضي يتحرك او المفرمة ممكن تضيفوا شوية مية صغيرين زي ما انا عملت انا اضفت في مفرمة الخلاط شوية مية صغيرين علشان الخليط ده يتحرك بعد كده اضفت هنا عليه تلات معالق كبار من البقسمات الناعم المطحون واضفت كمان آآ دقيق الدقيق ده ممكن تستخدمه تلات معالق او ممكن تستخدمه اكتر على حسب ما تلم العجينة عندكو وتبقى عارفين آآ تمسكوها كده تشكلوها يعني على حسب ما الكوف تتلمه معاكو انا اخدت معايا تلات معالق كبار من البقسمات الناعم المطحون واخدت كمان خمس معالق كبار من الدقيق انا ضفت الاول تلاتة او عدت لها ضفت اتنين يعني خمس معالق دقيق وهقلب كده المكونات دي كلها مع بعضها مش لازم تبقى مسكة قوي لا احنا عايزينها بس نقدر نمسكها نشكلها لان لو مسكة قوي معاكو العجينة اول ما تنزل الزيت هتشقق كده ومش هتبقى حلوه اهم حاجة ان احنا نعرف ان نبقى مسكينها كده عارفين نشكلها واحنا لما نيجي نشكلها اصلا هنيجي آآ ندهن ايدينا آآ بالزيت وكل شوية نخسل ايدنا علشان الخليط ده ملزقش في ايدينا وده همتي ايدي كده بالزيت وهبتدي اشكل كده الكفتة اهو هم حاجة زي ما قلتلكم ان احنا نقدر نشكلها بادينا مش لازم انها تبقى مسكة قوي علشان ما تشققش مننا لما نيجي نقليها انا هشكل بقى كل الكمية على فكرة كوباية العدس دي بتعمل كمية كبيرة لو عايزين تضعفه الكمية وتحطوه في الفريزر ما فيش مشكلة ولو عايزين آآ تقليله الكمية وتعمله آآ نص اللي انا عملته ده برضو آآ براحتكم هشكل كده كل كمية الكفتة اللي عندي هاي دي الكمية اللي عملتها ممكن تسبوها في التلاجة شوية وممكن تقلو على طول برضو ما فيش مشكلة مش هتفك من نقف الزيت يعني ما تقلقوش انها هتفك ابدا من نقف الزيت عندي هنا فطاصة على النار حطيت فيها زيت هستلنا الزيت كده يبقى درجة حرارته متوسطة ما يبقاش سخن قوي علشان الكفتة متتحرقش علشان احنا عايزين ادي اللي جوه ده يستوي وكمان العدس هنقلي على نار متوسطة النار ما تكونش عالية وما تكونش وطية قوي يعني ما تكونش هادية علشان آآ الكفتة تطلع حلوة معاكم وتطلع مستوية معاكم من جوه تاخد لون حلو توابل الكفتة اللي بنجيبها من عند العطار نتأكد ان الملح بتاعها مش كتير علشان لو الملح بتاعها كتير احنا مش هنضيف ملح كتير يعني زبطوا الملح بقى على حسب التوابل اللي انتو هجيبوها منين لان كل حد بتبقى عنده التوابل مختلفة عن التاني يعني كل عطار بتبقى التوابل بتاعته مختلفة عن التاني ممكن واحد يضيف ملح كتير وممكن حد ما يكونش ضايف ملح زيادة يعني وكمان آآ آآ ناخد بالنا انه لو لو سلقين البطاطس بملح برضو الملح هيختلف عن ان انتو ما تكونوش سلقين البطاطس آآ من غير ملح دي برضو بتفرق ده شكل الكفتة اهو بعد ما خلصتها اهو حلوة جدا ونقدمها مع صوص اللي جبنا اللي انا عملته معاكم قبل كده برضو صوص الجبن ده آآ صيامي شكلها حلو جدا وطعمها حلو جدا وفي نفس الوقت المغزية وما فيهاش فول صوية للناس اللي ما بتحبش تعمل الاكلات الصيامي بفول الصوية وبتقلع منه فدي كفتة صحية جدا وما فيهاش اي مشكلة وطعمها حلو جدا وجربوها مش هتندموا ولو عجبكو الفيديو ده ما تنسوش تعملوه لايك وشير واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش وفعلو زر الجرس علشان يوصلوكو كل جديد واشوفكو في وصفة تانية قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة